بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هشرح لحضراتكم جزئيتين بساط جدا ولكن الناس كتير بتحتاجهم خاصين بالكتابة على جهاز الموبايل بتاع حضرتك وهم انا وانا بكتب لو عايز اكتب الهمزة على نبرة اكتبها ازاي دي اول حاجة الحاجة التانية مد الحرف في الاندرويد بيكون ازاي او او في الموبايل احنا عارفين اه في الكمبيوتر بيكون ازاي ولو مش عارف في فيديو ان شاء الله هعمله بعد الفيديو ده عن ازاي يتمد الحرف وانت بتكتب في الكمبيوتر وان شاء الله هحطه في الاشارة فوق دلوقتي بازن الله طيب مش اطول على حضراتكم اول حاجة لو احنا عايزين نكتب الهمزة على نبرة زي مسلا في كلمة شؤون بنكتب شين الهمزة على نبرة لو حضراتكم بصيتوا كده معايا في الحروف اللي ظهر قدامنا ما فيش همزة على نبرة بنكتبها ازاي في حرف اليه بنضغط عليه هيطلع لنا يه وعليها همزة هي دي الهمزة على نبرة وبنكمل الكلمة هنلاقيها ظهرت معانا طيب في كلمة ايه تاني غير شؤون مثلا كلمة هيئة وهنتكي برضو عليها فترة اليه ونكمل كده باقت هيئة بكده عارفنا ازاي نكتب واحنا بنكتب على الموبايل الهمزة على نبرة تاني حاجة تاني حاجة اللي هو موضوع ازاي امد الحرف وانا بكتبه طيب احنا لو نكتب مسلا محمد ده في العادي هيبقى شكلها كده طيب انا لو حابب امد الميم شوية قبل الحرف هنعملها ازاي هنشوف مع بعض هنضغط حرف الميم وبعد كده شايفين حضراتكم النقطة اللي من تحت دي هنضغط عليه فترة وهنروح عند الشرطة دي اهي ونعمل الموضوع ده تاني النقطة دي اهو شايفين حضراتكم بيمد معايا اهو وهكذا هنفضل نعمل الموضوع ده والموضوع ده هتلاقيه عندك في اي لوحة مفاتيح موجودة عندك عن موبايل من غير ما تحتاج ان انت تتنزل لوحة مفاتيح معينة ونكتب مسلا قد الحاق هنعمل مادة تاني مسلا اهو اهو تاني نكتب ميم تاني وندي برضو مادة تاني تاني والدال وبكده يكون الشرح انتهى اتمنى اكون افتح حضراتكم ولو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يكتبوا اسفل الفيديو بازن الله هرد عليه ساعدت بحضراتكم وما ننساش نعمل سبسكرايب واشتراك في القناة ولايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة